يعني نشوف الوضع الحالي وما تستعجلش وبالمناسبة يعني هم two slides أو يعني شاريحتين من هذا العرض بص يا سيدي المركز إعلاني مجلس الوزراء ناشر الآتي توقعت البنك الدولي تؤكد تحقيق مصر أعلى معدل أعلى مش من أعلى أعلى يعني نمرة واحد يعني الطب يعني نخبة النخبة بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طيب فجه البنك الدولي وحطي لك عدد من الدول نبدأ من أول إيران لحد مصر إيران اتنين واثنين من عشرة هتقولي يا مالي وما الإيران ماشي حاضر الجزائر الشقيقة دولة تصدر البتولول وتصدر الغزو دولة مهمة وكبيرة وعظيمة اتنين وثلاثة من عشرة الشقيقة الأردن اتنين وثلاثة من عشرة الكويت أصدقائنا حبيبنا اتنين ونص في المية فلسطين تلاتة في المية البحرين تلاتة واثنين من عشرة تونس الخضراء تلاتة وثلاثة من عشرة أنا واخدها لك إيه سعودا قاطر تلاتة واربعة من عشرة المملكة العربية السعودية تلاتة وسبعة من عشرة الله أقول احنا فين يا عم يوسف يا عم التقلصان عندما استعجل على ايه مش تسمع أشققنا وأصدقائنا وجيراننا أخبارهم ايه تاني مملكة العربية السعودية تلاتة وسبعة من عشرة سلطنة عمان تلاتة وتسعة من عشرة المغرب أربعة في المية بصراحة برافو عليهم حقيقي يعني طيب الإمارات أربعة وواحد من عشرة العراق أربعة وثلاثة من عشرة مصر أربعة وثمانية من عشرة فتحتل المركز الأول في معدل النمو الاقتصادي على مستوى الشرق الأوسط بما فيه أشققنا الخليج وشمال إفريقيا ايه اللي بعده قولي أربعة وثمانية من عشرة همتا مش كنت بتقولي فيه ستة وستة من عشرة تاتا تاتا ما احنا قلنا الاستعجال وحش لا تكن عجولا كن صبورا الصبر زينة والله العظيم الصبر زينة جدتي علمتني كده تقولي الصبر زينة ايه حبيب الصبر زينة بالراحة بالهداوة أبو يا الله يرحمه كان داما يقعد يقولي بالراحة نفكر بالراحة وناخد القرارات بعد تفكير بالراحة تطب القرار قال لي خطف شو انت فكرت كفاية اخطف قرارك بقى طيب بص بقى تحسن التوقعات خدت بالك بقى تحسن التوقعات لأهم المؤشرات الاقتصادية أنا دايما لما جي نبص أي حد في الدول الميجي بص على الاقتصاد عاوز يبص على حاجتين في الدول اللي زي حالتنا اللي هي ايه اقتصادات الأسواق الناشئة نبص على حاجتين المرتبطين بكلمتين صعبتين تقال اسمهم العجز طيب عندي عجزين حاجة اسمها العجز الكل وحاجة اسمها عجز الحساب الجاري ماشي الكلام يبقى حاجتين في حالات الاقتصادات بتاعة الأسواق الناشئة يعني ايه من غير تعقيد يعني الناس اللي زي حالتنا احنا ما اسماش اقتصاد نامي ولا احنا اقتصاد متقدم انا اقتصاد أسواق ناشئة يعني ايه أسواق ناشئة يعني انا عندي potential يعني ايه عندي potential اتكلم عربي يا عم انت عامل لي نفس الخواجة لا يا حاضر يا فن عندي potential يعني انا عندي فرص واعدة فانا الاقتصادة الناشئة اللي زي دي احنا أصحاب الفرص الواعدة اصبحنا أسواق ناشئة يعني ايه يعني احنا قادرين على جذب استثمارات وقادرين ايضا على تصدير منتجات او خدمات خلاص كده طيب في حالتنا لازم نبص على معيارين مهمين جدا مرتبطين بكلمة صعبة ثقيلة على الزهن والقلب والروح اسمها العجز واحدة اسمها العجز المحلي الاجمالي او يعني بشكل عام او تاني العجز الكل وواحدة اسمها عجز الحساب الجاري مرتبطين بايه بالنتج المحلي الاجمالي طب ايه هو النتج المحلي الاجمالي يعني كل الفلوس اللي تعملها الدولة خلال سنة طب يعني ايه الدولة يعني القطاع العام يعني ايه فرد مواطن منتج كلنا بنطلع انتاج قد ايه يساوي كمف الفلوس يساوي المبلغ الفلاني ده اسمه الناتج الاجمالي طيب بص بقى العجز الكل بقيسه نسبته قدام الناتج المحلي الاجمالي بتاعي فانا هقس على ايه هقس على العام المالي بتاع مصر اتنين وعشرين تلاتة وعشرين ماشي الكلام من نهاية ستة الاول سبعة نهاية ستة تنين وعشرين اول سبعة تلاتة وعشرين ده كده العام المالي اهو one o one مالية طيب بص يا سيدي العجز الكل كان نسبة من الناتج المحلي الاجمالي لعام اتنين وعشرين تلاتة وعشرين بص بقى احنا العجز كان توقعاته في تقرير ابريل سبعة وتلاتة امان عشر عجز اهوه طيب وبعدين اكيد زاد ما الوضع الاقتصاد المصري يوحش يا جماعة اكيد زاد العجز اكيد زاد لازم يطلع مفيش عمدان هولوجرام نجيب محمد نصر يقف هنا يعمل هنا عرض سيركة او بهلوان في الحتة الفاضية دي بص هزيمة فبقى هنا والنبي لو عندك تقنية الهولوجرام عايزين نصورة يعملين هنا عرض اللي هي الحركات اللي هو بيقعد يعملها دي ويقعد هو بيعمل حاجات كده ويعمل كده وبتاع وبعدين يرفع وشه وبعدين يرفع ايدي للسماء بيعمل اداء ركيك اوي 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 يعني غلبان غلبان يعني فلازم يقول ان ده المصري يبوحش سيبك من بجدا عن نصورة طالما الاقتصاد المصري يوحش يبقى العجز يحصل له ايه بالزبط يزيد تمام طيب ولو العجز قال يبقى الاقتصاد ايه حلو او متقدم مش حلو بيتقدم للامام فهتلاقي ابريل كان التقرير بيقول سبعة وثلاثة من عشرة اجي في اكتوبر يعني من شهر اربعة لشهر عشرة زدت شهور والتنين بعد الحرب الحرب بدأت امتى ايوها فندم اربعة وعشرين فبراير سنة عشرين اتنين وعشرين توقعات ابريل بتقول انه العجز سبعة وثلاثة في المية اجي في اكتوبر قال ايه ستة وسبعة من عشرة يعني ايه الكلام ده يعني قال ستة من عشرة في المية اه في ستة شهور اه يعني عمليا كده في السنة يقل لقد ايه واحد واثنين من عشرة تقريبا ويمكن ازيد طيب تعال نشوف العجز التاني الوحش ده عجز الحساب الجاري برضو نثبته من الناتج المحلي الاجمالي لنفس ذات العام المالي لو انا اقتصادي مش ماشي مظبوط ايه اللي يحصل العجز لازم يزيد طيب ابريل كان بيقوله خمسة في المية الله لكن اجي في اكتوبر ليه اربعة واحد من عشرة يعني العجز بينخفض ده معناها ان اقتصادي وحش ولا حلو ولا وحش ولا حلو ده معناها ان اقتصادي بيتحسن ادائي الاقتصادي بيتحسن طيب تعال نشوف بقى التنبؤات بتاعة البنك الدولي وتحقيق مصر اللي معدل النمو طيب مصر سيد سنة خد بالك 21-22 في ابريل اللي فات كان توقعاتهم بيقولوا يا جماعة بيقولك يا جماعة معدل النمو بتاعك انه تبقى خمسة وخمسة من عشرة بس التقرير الجديد وهو يراجع المؤشرات ومعدلات اداء الاقتصاد حلو معدلات الاقتصاد بيقول ايه بقى قالك ده كنا تصوراتنا وتوقعاتنا كبنك دولي ارفع مؤسسة مالية في العالم بيقول ايه توقعاتنا ان انتوا هتحققوا معدل نمو خمسة وخمسة من عشرة لكن توقعاتنا بتقول ستة وستة من عشرة ده التوقعات الجديدة او بالادق مش التوقعات ده ده التحليل الجديد ده النتيجة الجديدة احنا كنا بنشوف يا جماعة حضراتكم خمسة وخمسة من عشرة لقينا ان حضراتكم وصلتوا لمعدل ستة وستة من عشرة معدل نمو جميل طيب تعالى نشوف برضو هذا البنك العظيم بيقول ايه بقى بيقول عندنا دول هنعمل لها تصنيف دول مصدرة للنفط ودول مستوردة للنفط دول بتستورد بترول زي مصر ودول تصدر بترول زي المملكة العربية السعودية صحي كده ماشي طيب الدول اللي بتستورد البترول ماشي بيتوقع البنك نمو اقتصادها بايه قالك اربعة ونص في المية خلال عام عشرين اتنين وعشرين كويس واربعة وثلاثة من عشرة في المية لعام عشرين تلاتة وعشرين ده هنا مش العام المالي ده كده العام العادي عام ميلادي عادي جدا وتقود مصر هذه المجموعة بنمو مدفوعة اول حاجة تيجي على بالك ايه صادرات الغاز الا الغاز ده كان فين في التلاتين سنة صحيح معقولة كده اكتشفنا عندنا غاز ما هو حاجة من اتنين يا اما فيه عصا سحرية في يد فخامة الرئيس فشاور بيها على شرق المتوسط طلع الغاز فطلع صح؟ يا اما كلف ناس ادرسوا لي المنطقة كويس واعرفوا لي منطقة دي اللي هي كل حاجة بتاعتي الارض بتاعتي والمية بتاعتي ادرسوا لي الموارد بتاعتي ايه؟ قدراتي ايه؟ وقلولي وصلتوا الفين؟ طيب هو الرئيس فعلا عمل كده لانه ما فيش حاجة اسمها عصا يا سحرية حاجة اسمها دماغ علم دراسة خبرة السؤال بقى واللي قابليه ما عملوش كده ليه؟ كان فيه اتنين قابلوا عملوش كده ليه؟ ليه؟ علشان ايه؟ وتقود مصر هذه المجموعة بنمو مدفوع بصادرات الغاز وقطاعي السياحة والاتصالات يبقى البنك الدولي شايف انه معدل النمو الاقتصادي بتاعنا مدفوع بايه؟ صادرات الغاز واحد معاها السياحة طيب و لما السياحة عندي تبدأ او تبقى هي واحدة من قطرات النمو الاقتصادي ده معنى ايه؟ معنى ان انا عندي بنية اساسية زائد بنية مشجعة لجذب السياحة افضل مما سبق كده الحال في الاتصالات يعني انا عندي الاتصالات بتاعتي بتقود او واحدة من القطرات الثلاثة لانه هو الاقتصادي في هذا العام عشرين اتنين وعشرين و العام القدم بإذن الله و كان انا عمر عشرين تلاتة وعشرين و لما يبقى انا عندي الاتصالات قاطرة هو كانت قبل كده الاتصالات قاطرة في مصر بتكلم بجد والله فاكرين انتو الاعلام بتاع الانترنت زمان زين و مش عارف ايه؟ وقفار وبتاع وجوه على رأيه ماجدك كده ايه؟ طب اهو اجي شبيك لبيك والجليتر بين ايديك حدو كده؟ فاكرين انت لما كنت تتصل برقم وبعدين تسمع بررر و هونق وبعدين تفضل قعد حقك ادك على خدك و بتتتفرج على الكمبيوتر او ازا حلفك الحظ وكنت سعيد ايه لديك لابتوب وقاب تستنى بقى الكونكشن يعني بس يعاتصل فتعب بقى قد يek 5 دقايق بص الوضع حش يا اخيه مصره دي القصر بتاعو حش جدا الأداء بتاع الدولة طب تعالى وبلغ متوسط معدل التضخم خلال الفترة ده كلام البنك الدولي بقى ده لا كلام يوسف ولا كلام أي من المزيعين والمزيعات الزملاء ولا كلام أي قنافة مصر ولا قنافة برا مصر ولا قلاء ولا حتى كلام أصدقائنا وأشققنا ده كلام البنك الدولي آه البنك الدولي بيقول إيه بقى على التضخم قال لك بص يا سيدي متوسط معدل التضخم خلال الفترة من مارس ليوليو اللي هي من الحرب الحرب بلقى في 24 فبراير سنة 20-22 من مارس ليوليو سنة 20-22 فمعدل التضخم كان المتوسط بتاعه 14.3% في المية فالبنك الدولي بيقولك التضخم ده كان لازم يزيد ليصل إلى 18.4% يعني يزيد أربعة في المية زيادة كان لازم طب وما زادش ليه البنك الدولي اللي بيقول بيقول لكن لو لا تدخل الحكومة للسيطرة على التضخم لوصل إلى 18.4% أي أن تدخلات الحكومة أدت لخفض التضخم بأكثر من أربعة نقاط مئوية خلال تلك الفترة حكومة عملت إيه يعني عشان التضخم؟ ولا حاجة خلص الحكومة تدخلت بأنه هي وسعت من انتشار المنظومات بتاعتها زي أمان وطني مثلاً يعني الحكومة تدخلت بأنها زودت من الفترة والعدد بتاع معارض ومبادرة زي كلنا واحد الحكومة تدخلت علشان خاطر المرتبات والمعاشات تاخد الزيادات أو تتحط عليها الزيادات قبل معادها الطبيعي بتلات شهور الحكومة تدخلت علشان المعارض بتاعت الأدوات المدرسية ومعارض رمضان ومعارض فتنزل بالأسعار لتحت الحكومة تدخلت أمال يعني تفتكر يا ترى هل ترى هو التضخم مزدش الأربعة في المية زيادة ليه عن المعدل بتاعه يعني المعدل كان 14 و3 من 10 بدل ما يوصل لـ 18 و4 من 10 يعني أربعة فصلة واحد بالعصايا السحرية برضا؟ هو أنت بجد متصور أنه في حاجة اسمها عصايا السحرية؟ ده كلام البنك الدولي مش كلام حد تاني يعني